موسيقى عقد مجلس المستشارين جلسة عامة مخصصة لتقديم تقرير لجنة النيابية الخاصة بالمكتب الوطني السياحة وتقرير لجنة البرلمانية للتقصي الحقائق حول ترخيص الحكومة باستراد النفايات لنقاش دور هذه اللجان ومسؤوليتها وحدود عملها معنا في الستوديو الأستاذ محمد العمراني بو خبزة المحالي السياسي مرحبا بكم أستاذ مرحبا شعب نتسأل بداية ما المقصود بلجنة تقصي الحقائق البرلمانية هو لجنة تقصي الحقائق هي آلية من الآليات التي تم تنصيص عليها في الدستور لمراقبة العمل الحكومي إذن معلوم أن من بين الوظائف الموكولة للبرلمان بصفة عامة بغرفته مجلس المستشارين ومراقبة العمل الحكومي فبتلي أن البرلمان يتوفر على جملة من الآليات لأسئلة الشفعية الكتابية لأسئلة المرتبطة بالصريح الحكومي لأسئلة السنوية موجهة لرئيس الحكومة إذن هناك مجموعة من الآليات ولكن تبقى آلية تقصي الحقائق هي من أقوى الآليات المعتمدة من قبل البرلمان لمراقبة العمل الحكومي على الاعتبار أنها كآلية هي قد تثير المسؤولية السياسية للحكومة فيما يخص نقطة أساسية النقطة الأولى هي المتعلقة بلجانة تقصي الحقائق حول وقائع معينة إذن هذه الوقائع متعددة قد تكون مرتبطة كما وقع في السابق في 70 بالنسبة لتصريب الامتحانات على سبيل المثل بأحداث معينة الإضراب العام في 91 سيدي إفني ثم قد تكون مرتبطة بتدبير بعض المصالح والمؤسسات والمقاولات العمومية وهذه الجانب وكذلك عرف الكثير من المرات اعتماد هذه الآلية صندوق التقاعد الصندوق الوطني الضمان الشيماعي الآن كما جاء في تقديم المكتب الوطني المغربي للسياحة إذن هناك محطتين أو مجالين يتم فيهم إعمال هذه الآليات الرقابة لجانة تقصي الحقائق وكما قلنا وقائع معينة أو تتعلق بمصالح أو مؤسسات أو مقاولات معينة ثم الأمر الآخر وأن هذه الآليات هي قد تتم بمبادرة بمبادرة من الملك له الحق في أن يطلب من البرلمان تشكيل لجنة لتقصي الحقائق حول هذه المسألتين أو يكون بمبادرة من ثلث أعضاء مجلس النواب أو بمبادرة من ثلث أعضاء مجلس المستشارين إذن هذه الإمكانية هي تلاحظ أنها مسموح بها لجنة الملك باعتبار رئيس الدولة وللبرلمان وليس للحكومة لأنها هي معمولة لكي تراقب الحكومة هذه الآليات لها حدود بمعنى أنها ليست مطلقة لماذا؟ لأنها هي لجنة مؤقتة وليست لجنة دائمة لأننا نعلم أن البرلمان يشاغل بنوعين من اللجان هناك لجن دائمة وهناك لجن مؤقتة اللجنة تقصي الحقائق هي من اللجنة المؤقتة بحيث أن عملها هو مرتبط فقط بالغاية التي أنشئت من أجل هذه اللجنة أي تقصي الحقائق حول وقائع أو حول مؤسسة ومقاولة ومصلحة عمومية ثم أن هذه اللجنة كذلك أنها مرتبطة كذلك حدود عملها هو محصور لا يمسجن بالقضاء بمعنى أن هناك فصل للصلاة بمعنى عندما يتعلق الأمر بوقائع معروضة على القضاء فلا يحق للبرلمان بيتشكيل اللجنة لتقصي الحقائق كذلك إذا ما تم عرض هذا الموضوع الذي تم فيه تشكيل اللجنة لتقصي الحقائق على تحقيق القضاء كذلك يتوقف عمل هذه اللجنة لماذا؟ لأنه كما قلنا لكي يكون هناك فصل للصورة ما بين العمل البرلماني والعمل القضائي يعني بعد الحديث عن طبيعة لجان تقصي الحقائق البرلمانية وأيضاً آلية عملها المعتادة دائماً في الجانب الإطار يعني القانوني دعنا نتحدث عن تاريخ يعني هذه اللجنة النيابية في المغرب وأكيد أنها يعني كانت متوجدة في دساتير سابقة نعم هو بالفعل لأن جميع الدساتير المغربية نصت على هذه الألية آلية تقصي الحقائق لجان تقصي الحقائق لكن ربما أن اللجوء إليها ارتفعت وثيرات ومع دستور 2011 فيما مدى ربما أنه كانت هناك محدودية كانت أولى لجان تقصي الحقائق كانت مع حدث تسريب الامتحانات في 1979 فتقررات تشكيل لجان تقصي الحقائق في الموضوع بعد ذلك إلى غاية 91 بعد الأحداث المرتبطة بالإضراب العام الفاس بالتحديد كذلك قام البرلمان بتشكيل لجان تقصي الحقائق ثم كان في 1995 المتعلقة بالمخدرة لأنه كانت لجنة لتقصي الحقائق بعد ما عرف بلاصيني سمون التي كانت حملة في مجال محاربة المخدرات تطهير فتم تشكيل كذلك لجنة لتقصي الحقائق ثم إلى غاية 2008 فيما يخص أحداث سيدي إفني وفي 2011 فيما يخص كديميزين ولكن بالموازنة مع ذلك كذلك كانت هناك إذن تلاحظوا أن هذه كانت مرتبطة بوقائع وليس بمؤسسات فيما يخص المؤسسات كان هناك تشكيل لجان تقصي الحقائق مرتبطة بمكتب التصدير وكان هناك لجنة فيما يخص السياش كان حوله في مفتنة 2000 فبعد ذلك تواثرت لجوء إلى لجان تقصي الحقائق وخاصة بعد دستور 2011 لماذا؟ لأن في هذه الفترة وخاصة مع طبيعة دستور 2011 زادت المنسوب للإثارة المسؤولية السياسية للحكومة لذلك لاحظنا أن هناك زخم لا من قبل مجلس النواب ولا من قبل مجلس المستشاري لجوء إلى لجان تقصي الحقائق مثلا عندنا فيما يخص الصندوق المغربي للتقاعد كان فيه لجنة تقصي الحقائق التي أصدرت تقريرها كان فيه ولكن هنا في هذا الجانب ربما أن صراحة يجب التنبيه لأنه في بعض الأحيان وقع لبس ما بين اللجنة الستطلاعية وما بين لجنة التقصي الحقائق لأن في كثير من الأحيان البرلمان قد يلجأ للجنة الستطلاعية مثل ما حدث ربما في الأسبوع الماضي فيما يخص إفاد لجنة استطلاعية إلى باب سبتة لجنة برلمانية استطلاعية إلى باب سبتة هذه تختلف ليست لها أي علاقة لأن السند القانوني للجنة الستطلاعية ليس هو السند القانوني للجنة التقصي الحقائق نعم في بداية كلامنا قلتم بأن هذه اللجان هي أقوى ألية من ألية البطلبان وهي ألية تراقب عمل الحكومة وأيضا توقف عند المسؤولية السياسية للحكومة في عدة مواضع إذن هذه اللجان تصدر مجموعة من التقارير ما هو تأثير هذه التقارير وما هي مآل هذه التقارير وربما بالفعل كما قلت في البداية أنها أقوى ألية من ألية الرقابة لأنها ربما هي أدنى حتى من آلية ملتماس الرقابة التي قد تكون مخرجاته إسقاط الحكومة إذن ففي الجانب المتعلق بالدور الذي تتولى لجان تقصي الحقائق وهو دور موجه لمراقبة العمل الحكومي بشكل كبير وكبير جدا وترتب مدى مسؤولية الحكومة في واقع معينة أو في تدبير صندوق مؤسسة ومقاولة ومصلحة معينة لأن الحكومة هي مسؤولة على السياسة العمومية وهي مسؤولة على تدبير شأل عام لأن الإدارة موضوع رهنا إشارة الحكومة إلى غد فابتالي أن كل ما يتعلق بالتدبير هو مسؤولية حكومية فابتالي عند الخلاصات التي تتوصل إليها لجان تقصي الحقائق هي التي تحدد مدى مسؤولية الحكومة فيما يخص واقع أو تدبير معينة لذلك فهو عملها ليس عمل سهل وبتالي حتى طبيعة تشكيل هي التي تبين مدى حرص المشرع المغربي على منح لجنة قوة لأنه طالما أنها يجب أن تكون مشكلة من عدد معين فيه تمتيلية جميع الفراق والمجموعات النيابية ولكن فيه نقطة جد مهمة هو دور المعارضة داخل إليها للجنة بحيث أن هناك دور قوي تبقى للقانون التنظيمي 13-85 المتعلق بسير لجان تقصي الحقائق أنها منحة وضيفة جد مهمة للمعارضة سواء على مستوى التمتيلية داخل اللجنة أو على مستوى إما رئاسة اللجنة أو أن يكون مقرراً لهذه اللجنة المعارضة لماذا؟ لأن كما قلت حتى تكون تقاريرنا وعما متوازنة وأن لا تكون فيها محابات للحكومة خاصة إذا ما تمت الهيمنة عليها من قبل فرق الأغلبية وهذا ما يبين في الواقع أن عمل هذه اللجنة يكون عملاً صعباً بحيث أن في بعض الأحيان إذا كان عملها عملاً صعباً تقاريرها يعني ستكون مؤثرة بالفعل ذلك لأن أقول أن المخرجات التي يتم اعتمادها في هذه التقارير لأنها يتم نشرها أولاً يتم مناقشتها في جلسة عامة كما وقع اليوم وغداً كذلك بمعنى أن الرأي العام سيطلع عليها وأن هذا يرتب مسؤولية على الحكومة بتحديد مجموعة من التفاصيل التقنية والقانونية أيضاً الموضوع القانوني بالدرجة الأولى أشكرك جزيلاً شكراً أستاذي محمد عمراني بخبز المحالي السياسي والشكر أيضاً موصول المشاهدين على كرم المتابعة لقاكم بخير بحول ترجمة نانسي قنقر شكراً شكراً شكراً